أشار لحطة الإصابات وهنا علشان لما النادي الأهلي كان بيتكلم على ضغط الجدول وصعوبة المباريات الناس كانت بتعتقد أن ده شمعات لما الزمالك كمل في طولة أفريقيا بدأ يحس بالمشكلة الكبيرة بقيت الناس مريحة بنسبة كبيرة جدا بس تعرفوا أنه الأهلي دلوقتي بينافس على أكثر أندية العالم مشاركة في المباريات السنة دي تقريبا عنده ترتيب مع أندية القمة في عدد المباريات اللي تلعبت الموسم ده طبعا أن أنا أتحط فيه مع الفرق العالمية فيه ثلاث فرق بتسبق الأهلي في اللي لعبوا مطشاط السنة دي أكتر في الموسم ده تشيلسي والمان سيتي والريال الأهلي ساوى رقم برشلونة في خمسين مباراة لكل منهم متخيلين خمسين مباراة للأهلي السنة دي ده الجدول اللي قدامكم الحياة لأنه أرقامه مهمة جدا أنا مش مهندس تشيلسي لعب خمسة وخمسين مباراة منشستر سيتي لعب اربعة وخمسين مباراة ريال ماذريد لعب واحد وخمسين مباراة نقف بقى نقف بقى قبل ما تخش على برشلونة تفضل الفوارق لا سيبكم الفوارق والإمكانات وكل حاجة هاتلي فرقة من دول نتيجها زي الموسم الماضي ده معناه أنه مؤكد اتأثروا تشيلسي حاجة تعبانة قوي ريال ماذريد حاجة تعبانة قوي 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 المان سيتي دي احنا شوفنا سنفاتك كان زي الوحش والوحده السنة دي بيتعصرهم في منافسة طيب تشيلسي يعني إذن المشاركات بتورهيق بتورهيق مش عايزة مناخ تشيلسي المتصدر بخمسة وخمسين مباراة السنة دي لعب اربعة وثلاثين في الدوري وستة في كاس ربطة المحترفين وثلاثة في كاس الاتحاد الإنجليزي واثنشر في الدوري الأوروبي دول الخمسة وخمسين مباراة والمان سيتي أربعة وخمسين مباراة والريال واحد وخمسين مباراة وبرشلونة واحد وخمسين مباراة عدنا بمباراة الآلي متساوي مع توتنهام بخمسين مباراة بخمسين مباراة الآلي الخمسين مباراة دول لعب خمسة وعشرين في بطولة الدوري لعب واحدة في كاس مصر النهاردة ستة وعشرين يعني الآلي النهاردة ساوى في الواحد وخمسين تساوى مع برشلونة واحدة في كاس مصر وعشرين في دوري أبطال أوروبا وأربعة في البطولة العربية بس أنا هنا لازما أولا ده حاجة تدايقنا جدا ده الترتيب اللي يدايقك إنك أنت غير أوروبا المقارنة هنا شديدة الظلم للنادي الأهلي أو لأي فرق مصر لو عنده الرقم ده أولا المسافات البينية بين المواسم بره أدمية وهنا غير معقولة بالمرة بره لما بيتقال إنه المسافة الفصلة بين الموسمين تسعين يوم مثلا أو تمانين يوم ممنوع اللعيب يقرب من الكورة بيعيش حياته كل ما هو محروم منه طوال الموسم بيمرسه خلال الفترة السلبية عشان يبدأ يدخل فترة إعداد بحالة مختلفة خالص حتى مسموح له أو مطلوب منه إن وزنه يبقى زيادة وكل المحظورات والممنوعات عليه لازم بيعملها في الفترة اللي بين المواسم فترة الراحة السنوية بتاعته أنتوا عارفين إن احنا بقالنا كام سنة الفاصل بين الموسم والموسم أحيانا بعض الأيام وحيانا تدخل بطولة أفريقية في بطولة أفريقية وحيانا تلعب موسمين بقايمة هنا هي اللي كانت هنا الوضع اللي انت فيه ده بتلعب بيه 51 مباراة فورق الصحة العامة والتنشئة والقدرة على الاحتمال والصحة العامة هنا وهنا مؤكد مش لصالحنا بالمرة حالة الملاعب اللي انت بتلعب فيها ودرجة الطاقس اللي انت بتلعب فيها مؤكد مش في صالحنا خالص السفريات الكتيرة اللي انت بتسافرها لأفريقيا وبر مصر والمعاناة اللي بتحصل مقارنة بأوروبا مش في صالحك بالمرة الناس بتلعب في البطولات الأوروبية نص ساعة بتبقى في دولة واحيانا جمهورها بيسافر بالقطر وانت بتعاني كل هذه المعاناة في الرحلات في الصفر الى كل الادغال عشان تيجي تلعب كورة حالة الملاعب الناس بتلعب في الغيط وناس بتلعب على البصوات فانت للصحة العامة متساوية ولا الظروف البيئية متساوية ولا حالات الملاعب متساوية ولا حتى اجهزة الاستشفاء والتجهيز متساوية ولا الفكر الرياضي العام متساوي ولا المسابقات المنطبطة المان سيتي ولا تشيلسي ولا برشلونة لما بيلعبوا كل هذه المباريات الجهاز الفني من البداية عنده هذه المعيدة